شوف بقى إفطار الأسرة المصرية اللي اتعامل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان كان إفطار مهم جدا مش بس لأنه كان بحضور الرئيس ورئيس يتكلم فيه على أكتر من موضوعه لكن يمكن كان من أبرز الموضوعات واللدة لهذا الفطار أهمية كبيرة جدا لدى قطاعات واسعة جدا من الناس هي الحوار الوطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي جات حتى كمان بعد ما تم الإفراج الفعلي كان على مجموعات كبيرة جدا من الشباب المصريين اللي كانوا مسجونين على خلفية قضايا معينة ولجنة العفو الرئاسي أصدرت أكتر من مرة تصريحات على لسان بعض من أعضاءها إن الإفراجات يا جماعة متعلقة أو العفو تحديدا متعلق بإيه متعلق بالناس اللي مش متورطة في جرائم إرهاب عنف قتل حرق تدمير إلخ 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 طيب إمبارح الحقيقة لقيت أكتر من تصريح لبعض من أعضاء اللجنة كان فيه مثلا تصريحات للأستاذ كمالة بعيطة على سبيل المثال تصريحات للنائب محمد عبد العزيز على سبيل المثال تصريحات للنائب طرق الخولي على سبيل المثال والتصريحات كانت متعلقة بأسماء وده حلو ومهم لأنه اللي ما بيخرجش في الموجة الأولى يخرج في الموجة الثانية يخرج في الموجة الثالثة إلى آخر وإنه الأسماء اللي الواحد أراها إمبارح بناء على هذه التصريحات الصادرة من بعض أعضاء اللجنة أسماء كلها حلوة يعني أسماء تفرح الناس دي خارجها طب كويس جدا طيب ده من شأنه إيه هنا ده من شأنه إنه إحنا هنا بنعمل عملية يعني لجنة العفو الرئاسي اللي تم إعادة تشكيلها مرة تانية واللي تبدأ فيه إعداد القوائم من أول وجديد وتبدأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى العمل على إصدار العفو من رئيس الجمهورية هي كده بتشتغل بحيث إنه تعطي زخما أكبر وإيجابية أكثر ومجال أوسع لإيه للموضوع الكبير الحوار الوطني في مصر ده مهم جدا 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 لإنه إذا كان في البعض لديه شك لديه خوف لديه حذر لديه توجس من مسألة الحوار الوطني ويمكن البعض من الأصدقاء والرفاق في المعارضة المصرية يبقوا عندهم إيه بعض التحفزات القلق بمعنى أدق ويمكن أنا اتكلمت مع أكتر من طرف وكان في بعضهم لما جيت سألت قلت له أنا عارف إنه هناك شخصيات كتير جدا سياسية وعامة جالهم دعوات لأجل الإدلاق بالرأي فيما يتعلق بالرؤية والمحددات والآليات بتاعة الحوار الوطني علشان يتم الاطلاع عليها ومراجعتها ومن ثم تصبح لابنا من ضمن اللابنات اللي يبنى عليها هذا الحوار وجدت البعض الحقيقة من أصدقائي ورفاقي دول قال لي بصوا آه وإحنا جالنا الدعوة دي بس إحنا مش عايزين أنا مش عايز أدفع أبعت قلت له ليه فقال لي هبعت ليه ما أنا مواقفي معلنة جدا وإنه خلاص يعني هم عارفين أنا عايز أقول إيه وعارفين أنا عايز إيه فقلت له يا صديقي العزيز كلنا أظن نقدر نفهم كويس قوي بإنه إحنا أظن وصلنا لمرحلة عمرية وأظن كمان وصلنا إلى مرحلة من النضج إن في حاجة في الدنيا اسمها التوثيق يجب عليك إنك أنت توثق رؤيتك بشكل واضح ومتكامل ومتراص ورسمي لأنه إنت جات لك الدعوة قلت له ده واحد اتنين وليه تحط نفسك في المربع بتاع إحنا بعتناله وهو اللي مش عاوز يرد أو إحنا قلناله شارك برؤيتك وهو اللي مش عاوز يشارك برؤيته قلت له بنرجع بعد كده نوصل لإيه لنقطة داخل نفس الدائرة المفرغة بتاعت الحوار الوطني مخرجش بالمخرجات اللي إحنا نفسنا فيها طب ليه مخرجش بالمخرجات اللي إحنا نفسنا فيها لأنه سيادتك خدت قرار ما تشاركش على الأقل ولو بالرأي زي ما كنت بقول في الأليات والمحاور وما إلى ذلك شارك يعني أصلا ما ينفعش يا جماعة أبدا المعارضة تبقى طول اللوقت وده جيد بالمناسبة ما هوش واحد تقول له تقول إيه إحنا يجب علينا إن إحنا نشارك في العمل والحياة السياسية وإن إحنا طلبين مساحة أكبر للمشاركة في العمل والحياة السياسية وإن إحنا محتاجين أكتر إن الدولة تدعم مشاركتنا في العمل والحياة السياسية وبعدين لما تيجي الدولة تقول يلا بينا يا جماعة هنا بكلم على بعضنا يعني مش لعبين يبقى أنت اللي مش عايز غلط غلط النتيجة إنه صديق العزيز جدا اقتنع الحمد لله ربنا وفقني في إتنانا أقنعه فإنه يبعد وفعلا بعد طيب هرجعك تاني على إيه مصر بتشتغل على المحورين دولة وإحنا بنتكلم على السياسة الداخلية المصرية ما بين لجنة العفو وما بين الحوار الوطني حاجة تاني أي طلبات أؤمر أؤمر آن الأوان إن الناس كلها تشارك وأن تشارك بإيجابية وبفاعلية وعند وضع الرؤى يجب أن تكون عملية تطبيقية مية في المية مش خطابات اتحاد الطلبة جوي خطاب اتحاد الطلبة ما ينفعش ما يكلش ما يمشيش حتى لما هيعرض جمهرية الناس تبدأ تتحك أنا واحد من الناس لا أريد للمجتمع أن يفقد الثقة أبدا في المعارضة ولا أريد أبدا للمجتمع أنه يفقد احترامه وتقديره للمعارضة بس لو افترضنا أن بعض من أبناء المعارضة مصرين على خطاب اتحاد الطلبة يبقى أنت كده بتدمر شكل المعارضة المصرية بالمناسبة ولا تبحث إلا عن حالة جمهرية لطيفة أن احنا بنقول وبنصرح وصوتنا يعلى ونشاور ونطلق في مجموعة من المصطلحات اللي ما فيش حد فاهمها دي